حلقتنا اليوم هنحكي عن كيف نقدر نسيطر على الوزن اللي إحنا نزلناه خلال الضوية اللي إحنا مشينا عليه كيف نقدر ندير بالنا ما نرجع ننصح للوزن اللي إحنا كنا فيه كيف نقدر ناكل برحتنا بس نظلنا محافظين على التعب اللي إحنا عملناه بالفترات اللي قبل أول نصيحة بقدر أقولكم ياها إنه لازم يتأسموا وجباتكم لعدة وجبات خلال اليوم بدل ما تاكلوا ثلاث وجبات كبيرة خلينا ناكل خمس لسبع وجبات صغيرة بتصير في عنا وجبات متعددة كمياتها قليلة جسمنا دايما شغال عم نحرق أول بأول وإحنا مبسوطين إنه إحنا عم ناكل نصيحة الثانية اللي بقدر أقولكم ياها اشربوا كميات مي كافية يعني لازم نشرب فعلياً 2 ل 3 لتر مي باليوم عشان نضمن إنه جسمنا عم بحرق أول بأول نظغر من الصحون اللي إحنا عم ناكل فيهم بدل ما ناكل بصحون كبيرة نحولها لصحون صغيرة عشان نقلل من الكمية اللي عم نسكبها بالصحن وما نرجع نسكب صحن نمرتين وثلاثة بدل ما نسكبه مرة واحدة كمان من الإشياء اللي بطلبها إنكم تعملوها ما تاكلوا وإنتوا عم تحضروا تلفزيون لأنه كل ما إنتوا كنتوا عم تحضروا تلفزيون كل ما حتلتهوا حتسحبوا كميات أكل أكتر من ما إنتوا بحاجة إلها إيش كمان منقدر نعمل يا مجد؟ ناكل خضرة خضرة بسناكس والنقريش هي من الإشياء الكتير مفيدة سعراتها الحرارية قديلة عم نحكي عن خيارة فيها 12 سعرة حرارية نضمن إنه جسمنا عم بشتغل أول بأول عم ناخد سوائل ثم نشغال وعم نحس حالنا عم ناكل بنفس الوقت عم نضمن إنه معدتنا تضلها صغيرة بس هاي الشغلات اللي إنتي بدك إياها عشان نضلنا محافظين على حالنا؟ لا مش بس هاي الشغلات اللي أنا بدي إياها منكم بدي تديروا بالكم على نوعيات الأكل اللي إنتوا عم تاكلوها ما تاكلوا كتير من الحلويات، ما تاكلوا كتير من الوجبات السريعة قليلوا من المشروبات الغازية ومن الشاي والقهوة ناموا كتير منيح وديروا بالكم على صحتكم هيك متكون خلصنا شوي من النصائح اللي قدرنا نقولكم إياها حافظوا على الوزن اللي انزلتوا ما تضيعوا تعبكم ودائما نخلوا معددكم صغير